وزارة التربية والتعليم أطلقت منصة إلكترونية لإصدار كتاب تسهيل مهمة لخدمة الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعة العدنية وقالت أن هذه المنصة تهدف إلى تبسيط الإجراءات واختصار الوقت على الباحثين والدارسين ومعنا مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم من دكتور يوسف أبو الشعر صباح الخير دكتور أهلا فيك معنا وبداية حبي نعرف من حضرتك ما هو الدور الذي تقوم به إدارة التخطيط والبحث التربوي في الوزارة بشكل عام بداية بدي أصبع على المشاهدين الكرام ودور إدارة التخطيط والبحث التربوي ممثل بمديرية البحث التربوي لإجراء الدراسات البحثية على مستوى وزارة التربية والتعليم مثل ما منعرف وزارة التربية والتعليم هي وزارة ضخمة في معلوماتها وإدارتها التي تحتاج إلى دائما التحليل ودراسة لهذه البيانات والمعلومات الصحيح أننا في وزارة التربية والتعليم نعتمد على موضوع البحث التربوي وتسعى مديرية البحث التربوي في وزارة التربية والتعليم إلى ترسيخ مفاهيم البحث التربوي في وزارة التربية والتعليم هذا من ضمن مهامها رئيسي ومن ثم دعم وتوجيه القرار التربوي في وزارة التربية والتعليم وكذلك توجيه السياسات التربوية نحو التطوير والتحديث على نظام التربوي ومثل ما نعيش في هذا العالم متسارع نسعى دائما إلى دراسة أو دراسات للتسهيل وبهدف تحقيق حق الحصول على المعلومة لكافة سواء زملائنا من المعلمين والإداريين في وزارة التربية والتعليم أو من طلبة الدراسات العليا لتداول هذه البيانات والمعلومات بطريقة تخدم تطوير النظام التربوي عملنا على إطلاق هذه المنصة التي تحتوي على كم هائل من الدراسات التي تم إجراؤها على مستوى وزارة التربية والتعليم وكذلك تسهيل مهمة الباحث التربوي سواء من الطلبة زي ما أسلفنا طلبة الدراسات العليا أو كوادر وزارة التربية والتعليم بهدف التحديث والتطوير هذه المنصة التي أطلقناها تحوي على آليات تسهل على بتلقي الخدمة الحصول على كدب تسهيل مهمة لدخول أو لاستخدام البيانات والمعلومات المتوفرة في وزارة التربية والتعليم نعم وكل الطلاب الدراسات العليا بإمكانهم استخدامها والاستفادة منها بالضبط نعم من هي الجهات التي ساعدتكم بهذه المنصة هي بداية المنصة أنشئت ضمن موقع وزارة التربية والتعليم بمسننة إدارة المركز المالك أراني لتكنولوجيا المعلومات في الوزارة وطبعا نحن نشتغل في مديرية البحث التربية في وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع جميع القطاعات منها الجامعات منها جمعية البحث العلمي الأردنية منها جمعية المركز المالك أراني منها العديد من الشركاء والداعمين لإجراء أو للتحديث والتطوير على النظام التربية في وزارة التربية والتعليم فهي نتيجة لشراكة والأهم من ذلك الذي توجيه الدراسات التربية يعني العديد من الدراسات التربوية والإدارية التي تجرى منها دراسات الرضاة والدراسات الأخرى يعني تقنينها وتوجيهها لخدمة النظام التربوي هذا ما تسأله مديرية البحث التربوي نعم مديرية البحث التربوي بالإضافة للمنصة التي حضرتك تتحدث عنها أيضا هناك مهام أخرى أيضا تعمل دائما عليها خاصة بموضوع قرار مثلا بناء مدارس أو إيجاد غرف صفية وما إلى ذلك لو أيضا تحدثنا عن هذا الموضوع بالتحديد طبعا لدينا في وزارة التربية والتعليم أنظمة ضخمة منها نظام المعلومات التربوية اللي هو الـ Open MS والذي يعني يحتوي على معلومات للمدارس والكوادر وبيانات تربوية ضخمة وكذلك لدينا نظام المعلومات الجغرافي طبعا كل شيء يحتاج إلى دراسة ونركز الصحيح في مديرية السياسات والتخطيط الاستراتيجي قسم المعلومات الجغرافي كافة يعني هذا من سنوات فقط واستحدث الذي يبين مواقع الاكتظاظ ومواقع المدارس وقطع الأراضي التي تمتلكها وزارة التربية والتعليم أو قطع أراضي خزينة الدولة التي يمكن استغلالها لبناء مدرسة في مواقع الاكتظاظ وخاصة في المدن الرئيسية المقتضى يعني نعمل من خلال إجراء دراسات بحسب الاحتياجات من نظام الـ Open MS اللي هو نظام المعلومات التربوي إلى تحديد الحاجات التربوية من بناء مدارس أو إضافات غرف صفية أو المساحات الفارغة ضمن المدارس القائمة نسعى لإستغلالها بطريقة مثلاء وذلك لفك الاكتظاظ ونعرف أن مزارة التربية والتعليم في كثير حاليا إجانا من القطاع الخاص عديد من الطلبة في ضغط الـ 200 ألف نسعى إلى أول شيء إلغاء نظام التناوب إن شاء الله سنة راح ننبلش ضمن الاستعدادات لوزارة التربية والتعليم توجيه من معالي وزير وعطوفة الأمنة إلى فك نظام التناوب في وزارة التربية والتعليم وكذلك يعني إيجاد بيئة تعليمية طبعا بتعاون الجميع آمنة وصحية لجميع طلبتنا نعم طبعا مع اقتراب يعني الفصل الدراسي الأول من العام المقبل إن شاء الله هل هناك يعني أرقام معينة بتحب تطلعنا عليها بالنسبة لمثلا مدارس جديدة غرف صفية جديدة أو استئجار لمدارس أو مباني معينة على بداية العام يعني أكيد 100% زادت عنا نظام المدارس للفترتين فوق الـ 800 مدرسة يعني في عنا 756 مدرسة مستأجراء حاليا نسعى للتخلص من هذه المدارس المستأجراء التي لا توفر يعني البيئة الآمنة وكلنا منعرف هذا الحكي لكن احنا من خلال استغلال الموارد المتاحة في مدارسنا ومن خلال يعني استحداث آليات لتخفيف الاكتظار في المدارس إن شاء الله يعني سوف نتجاوز هذه يعني خلينا نقول التحدي الموجود أمامنا يعني كافة مدريات التعليم ومدراءها وكوادرها مشكورين يسعونا يعني بجهد إلى توفير هذه البيئة الملائمة للبدء في العام الدراسي القادم بالرغم من الضغط الكبير من يعني الاعداد الكبير اللي وصلتنا ويعني احنا منعرف مدارسنا يعني في منها قديمة وفي منها يعني إن شاء الله منسعى يعني لبناء منظومة تربوية تكون آمنة وصحية لطلبتنا خلال العام الحالي والعام القادم نعم شكرا جزيلا إذن كان معنا مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم دكتور يوسف أبو الشعر شكرا جزيلا لك دكتور شكرا جزيلا لك